من قناة الجديد في بيروت مساء الخير بقواه الذهنية والعقلية الكاملة أعلن البابا بنيديكتوس السادس عشر أن قواه لم تعد تلبي مهمات منصبه فقرر الاستقال من أجل سلامة الحكم كما جاء في بيان العزوف وبهذا القرار يكون البابا قد أعطى دروسا لحكام خارة قواهما الصحية والسياسية منذ زمن ولا يزالون على العروش يتحدون القدر وأخرون يمسكون بالسلطة حتى آخر مواطن لا يسمعون صوت الناس التي تنادي برحيلهم إلا بعد فوات الأوان البابا كان اليوم ممسكا بحكمه وحكمته ونحو مليار ومئتين مليون من رعيته في العالم وعلى الرغم من ذلك فقد آثر الرحيل عن أرفع كرسي رسولي تاركا خلفه إرثا من المحبة بخلاف زعماء سياسيين لا يتركون سوى لعنة شعوبهم عليهم ومليارات من الثروات التي أخفوها عن رعاياهم وفي نهاية شباط تسري الاستقالة لتبدأ في شهر آذار عملية انتخاب البابا الخلف من بين 120 كاردنالا تحت سن الثمانين ويتوسط هؤلاء الكرادلة ماربشارة بطرس الراعي من لبنان الرجل الذي راكم لليوم سجلا رعاويا عادلا للوطن وسائل المشرق وآخر خطواته الرعاوية أنه شق الخطر وتفقد مسيحيه في سوريا البلاد الواقعة على خط النار والتهجير والقتل وتدمير الإنسان والتراث والتاريخ لكن سوريا في السياسة تقع على قطوط تسوية لم تنضج بعد فاقتلاف المعارضة رفض إجراء الحوار في داخل الأراضي السورية لأنها تحولت إلى زنزانة كبيرة واتهم النظام بوضع شروط تعجيزية لكن ما هو أقوى من الائتلاف على الأرض يدير اللعبة ويتحكم على ما يبدو بلغة النار والحوار معا إذن جبهة النصرة رفضت إعطاء شرعية الائتلاف لكي يبدأ عملية التفاوض مع النظام والجبهة التي تحتكر التفاوض بالبارود وحد السيف ضربت اليوم عمق العصر العباسي وفجرت تمثالا لأبو العلاء المعري الذي أوصى بالكتاب على قبره هذا ما جناه علي أبي وما جنيت على أحد